موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم البداية اليوم من صحيفة الغارديون التي نشرت تحت عنوان اللاجئة السوريات يكافحن من أجل البقاء جاء فيه أعلنت الأمم المتحدة أن اللاجئة السورية في دول الجوار والتي تعتبر مصدر الرزق الأساسي لأسرة على الأقل من كل أربع أسر تكافح بقوة من أجل البقاء على قيد الحياة هي وعائلتها وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الإسنين في تقرير جديد لها حول اللاجئات السوريات أن هناك أكثر من مائة وخمسة وأربعين ألف عائلة سورية لاجئة في كل من الأردن ومصر ولبنان والعراق تعيلها نساء يخضن بمفردهن كفاحا صعبا من أجل البقاء ويذكر التقرير أن اللاجئات السوريات يناضل للحفاظ على كرامتهم والاهتمام بعائلتهم في منازل مكتظة باللاجئين أو في مآوية مؤقتة للاجئين أو حتى في خيام غير آمنة لتدبير الأمور المعيشية على الرغم من صعوبة ظروف الحياة التي يمرون بها ويشير التقرير أيضا إلى أن اللاجئات السوريات يعشنا كثيرا منهن تحت خطر العنف أو الاستغلال كما يواجه أطفالهن صدمات نفسية والعديد من المأسي وتقول الصحيفة أن الأمم المتحدة استندت في تقريرها الذي أطلق عليه اسم صراع اللاجئات السوريات من أجل البقاء إلى شهادات شخصية لـ 135 لاجئة سوريا وأشار التقرير إلى أن الصعوبة الأولى التي تواجهها اللاجئة السورية المسؤولة عن إعالة أسرتها هي نقص المل حيث تكافح اللاجئات السوريات من أجل توفير المال لسداد إيجار السكن وتأمين الغذاء نواصل مشاهدنا مع صحيفة الڭارديون حيث صرح مدير سابق لجهاز الاستخبارات البريطاني MI6 أن الحكومة والإعلام يبالغاني في تقدير التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش قال ريتشارد ديرلوف الذي كان مديرا للاستخبارات البريطانية وقت غزو العراق في محاضرة أمام جمهور بريطانية أن التطرف الإسلامي اختلف في طبيعة التهديد الذي يشكله منذ غزو العراق حيث أصبح يشكل تهديدا للعالم العربي أكثر منه للغرب الذي لم يعد يشكل هدفه الرئيس وانتقد الإعلام الذي يمنح البريطانيين الذين التحقوا بالمسلحين في سوريا منحهم شهرة لم يحلموا بها وقال ديرلوف أنه كان لابد أن يكون هناك تأثير لهجمات الحادية عشر من سبتمبر على المجتمع البريطاني لكن لم تكن هناك ضيورة لأن تستحوذ تلك الهجمات على طريقة تفكيرنا في أمننا القومي وضف أن القاعدة فشلت في تنفيذ الهجمات التي توعدت بها بريطانيا والولايات المتحدة بعد الحادية عشر من سبتمبر نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة الحياة اللندنية التي نشرت مقالة للدكتور فوزي مهنة بعنوان مقارنة بين سوريا الخمسينات ودول أخرى سوريا ماذا ينقصها؟ في خمسينات القرن الماضي فقط كان الإماراتيون يتنقلون على ظهور الجمل في حين كان السوريون يتباهون بدولتهم التي كان يطلق عليها يابان الشرق الأوسط لتفوقها على العديد من دول العالم ومنها ماليزيا وبالطبع جرتها سنغافورة التي لم يكن يسمع بها أحد ولا بدبي اليوم أصبح الإماراتيون يرفعون بخططهم الحكومية شعار سعادة المواطن هذا العام اشترت طيران الإمارات مئة طائرة وقطع تبديل بمبلغ 150 بليون دولار هذا المبلغ لا يكفي لإعادة إعمار ما دمرته وطحنته آلة الحرب المجنونة في سوريا أما ماليزيا فتشهد بدورها اليوم تقدبا صناعيا وتقنيا واقتصاديا هائلا والعبرة ليست بالعدد فسكانها لا يتجاوزون تسعة وعشرين مليونا إلا أن صادراتها تعادل صادرات الوطن العربي بمجمله بما فيها النفط علما بأن غالبية الماليزيين مسلمون فضلا عن وجود ثمانية عشر طائفة أخرى ومذلك فهي لا تختلف عن سوريا من حيث التنوع الإثني والطائفي فضلا عن مجاهرتها بالعزاء لإسرائيل في حين استطاعت سنغافورة التي استقلت عام 1965 وتوقع كثيرون بأنها غير قابلة للحياة لفقر مواردها وضألة مساحتها ومحدودية زكانها استطاعت أن تحقق المعجزات خلال ثلاثة عقد ولتتبوأ الرابع أهم مركز مالي وتاسع أعلى احتياطي والأكثر عولمة في العالم ولتنتقل من بلدان العالم الثالث إلى العالم الأول واستطاعت سنغافورة بحكمة أن تنتقل من الفقر المتقع للرفاه ليصبح معدل دخل الفرد 24 ألف دولار عام 1999 بدلا من 400 دولار قبل الاستقلال في كتابه قصة سنغافورة يختم صانع نهضتها لي كوانيو قائلا أنه بقي واحدا وثلاثين عاما في قيادة سنغافورة وقرر الابتعاد لسماح لبقية أبناء شعبه كي يكمل المشوار نعود للسؤال ماذا ينقص السوريين؟ ففي الخمسينات زمن الانقلابات العسكرية كانت سوريا متقدمة صناعيا واقتصاديا بفضل صناعاتها ومنتوجاتها المميزة التي عرفت طريقها بالتصدير إلى كل من إنجلترا وهولندا وبلجيكا وفرنسا بينما كان الجوخ السوري بجودته ينافس الجوخ الإنجليزي نفسه إذ لا غرابة في أن الليرة السورية مع حكومة خالد العظم كانت تساوي قيمة الدرهم الإماراتي أو ما يزيد على 405 ميلي جرامات من الذهم يروى أن باحثا ألمانيا من الاقتصاد زار سوريا في تلك الفترة وخلال جولة أدرها في البلاد خلصة لاستنتاج المفاده أن سوريا لو استمرت بهذا الخط الاقتصادي سيصبح السعر الليرة السورية مساويا لسعر الفرنك السويسري إذن هكذا كانت سوريا كيف لا؟ وقد مالت دمشق في عام 1950 لقب عاصمة الأناقة في العالم إنه زمن الغرائب أكثر من ثمانية ملايين سوري اليوم يكابدون القهرة والذل في البرد والعراء في بلباقون معلقون بين الأرض والسماء إما أن يكونوا أو لا يكونوا شعوب تبحث عن سعادتها والسوريون اليوم باتوا يعتقدون أن السعادة ليست من نصيب أهل الأرض وإنما لأهل السماء لذلك هم يستعجون الرحيل إليها بالجملة بعد أن تحولوا لمتسكعين مكلومين على موائد اللئام والآخرين فماذا يترى؟ ينقص السوريين نقرأ الآن مشاهدنا الكرام في صحيفة القدس العربي اللندنية التي نشرت مقالة لزكريا تامر بعنوان من هالك إلى مالك جافي سأل الجندي الذي كان يطلق النار على مواطننا عزل أبرياء عن الأسباب التي تدعوه إلى قتل أهل بلده فقال إنه ينفذ أوامر السيد الملازم وقال لنا الملازم إنه ينفذ أوامر السيد العقيد وقال لنا العقيد إنه ينفذ أوامر السيد العميد وقال لنا العميد إنه ينفذ أوامر السيد اللواء وقال لنا اللواء إنه ينفذ أوامر السيد رئيس الأركان وقال لنا رئيس الأركان إنه ينفذ أوامر السيد وزير الدفاع وقال لنا وزير الدفاع إنه ينفذ أوامر السيد رئيس الجمهورية وقال لنا رئيس الجمهورية إنهم مجرد منفذ لأوامر يقترحها شخص لا يعرفه ولكنه يتحدث اللغتين الروسية والفارسية ويتحدث العربية بيرا كاكا أما بعض المؤيدين بلا مبالغة فقد قيل لنا إن الشمس أشرقت في الصباح فلم نصدق انتظرنا بلهفة وفضول صدور الجرائد الرسمية الصباحية حتى تخبرنا ما إذا كانت الشمس قد أشرقت في دمشق أم أنها لم تشرق ولم نحاول أن نفتح عيوننا لأن إغماضها هو تنفيذ لأمر غير مكتوب يحرص صاحبه على مصلحتنا ومصلحته أما في الدرب إلى القاع المجيد يحق المساكين من السوريين أن يحمد الله ليل نهار وفي السر والعلن لأن المعارضة السورية في الخارج غير مزودة بالمساعدات الفتاكة فلو كانت تملكها لما ترددت لحظة في استخدامها في معاركها الخاصة البريغة الشراسة والرامية إلى الحصول على المزيد من المناصب التي تتيح لأصحابها السطو على المزيد من الرواتب والمكافآت والمساعدات والمعونات وما دمت الخزائن مفتوحة الأبواب فمن الغباوة عدم اغتنام الفرصة لملء الجيوب والغرف وأبار البنوك ففي كل يوم لا ينهمل الثلج وفي كل ليلة لا يبزغ القمر ومعارضة مزيفة لا تخجل من انحطاطها خير من معارضة كاذبة تزعم أنها صادقة ولس يسرق وينهب بواقاحة خير من لس يسرق مدعيا التقوى والورع وما التوفيق إلا من عند الله نتابع مشاهدنا مع صحيفة ياني شفق التي نشرت مقالا بعنوان أربعة سيناريوهات مختلفة للعراق جاء فيه يتناول الكاتب جتنر جتين في مقالته الشأن العراقي مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البندقون وجهز الاستخبارات الأمريكية السي آي اي قدم تقريرا للبيت الأبيض تحدث فيه عن أربعة سيناريوهات محتملة بخصوص الشأن العراقي بعد إعلان الخلافة من قبل دولة العراقي والشام داعش التي تسيطر على مدن الموصل وتكريت والفلوجة والرمادي وتتضمن السيناريوهات أولا تقسيم العراق إلى ثلاثة فيدراليات بين الأكراد والسنة والشيعة ثانيا في حالة سيطرة داعش على بغداد سيتم إنشاء دولة إسلامية والسيناريو الثالث احتمال نشوب حرب أهلية طويلة الأمد أما السيناريو الرابع فهو سيطرة الطائفة الشيعية على الحكم مرة أخرى والعودة إلى ما قبل عام 2003 يذكر جتين أن الولايات المتحدة فاشلت في إقناع الأكراد بالعدول عن إتجاء استفتاء على إعلان الاستقلال عن العراق كما أن وزير خارجيتها جون كيري فاشل في إقناع رئيس الوزراء العراقي نور الملكي بعدم الترشح لمنصر رئاسة الوزراء يشير الكاتب هنا إلى أن جهود الولايات المتحدة بالحفاظ على عراق موحد مصيرها الفشل نواصل مشاهدنا مع صحيفة ياني عقد التي نشرت تحت عنواني إحسان أغلو يطلب العون من الأحساب اليسارية المتطرفة جاء فيه بدأ مرشح رئاسة التوافقي عن حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية أكمل الدين إحسان أغلو بدأ جولاته الانتخابية في المحافظات في هذا السياق تلفت الصحيفة النظر إلى محاولة إحسان أغلو التقرب من الأحزاب اليسارية المتطرفة والجمعيات والأوقاف العلوية من أجل كسب أصواتها وقد ظهر إحسان أغلو وهو يحمل لافتة انتخابية تحمل توقيع أحد الأحزاب اليسارية المتطرفة المعروفة بنشاطاتها الإرهابية واستخدامها للعنف يذكر أن تلك التنظيمات اليسارية كانت تطالب الجيش التركي بالانقلاب على حزب العدالة والتنمية بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بالتحريض على اغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردغان نواصل مشاهدنا الكرام مع وكالة أنباء الأنضول التي نشرت تحت عنوان اتفاق محاصصة غير معلن يخيم على انتخابات الهيئة الرئاسية للإئتلاف السوري جاء فيه أكد عضو الإئتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة سمير نشار أن اتفاق محاصصة غير معلن يتردد بخصوص انتخابات الهيئة الرئاسية الجديدة للإئتلاف السوري أبرم بين كتلة الرئيس الحالي أحمد الجربة والأمين العام السابق للإئتلاف مصطفى الصباغ مبينا أن اتفاق من هذا النوع يجمع حوله كافة أعضاء الإئتلاف وقال النشار في رده على سؤال حول المعلومات التي تدور حول استبعاد الإخوان المسلمين بالتوافق بين الكتل الرئيسيات للإئتلاف وإن كانت هذه الخطوة تأتي إرضاء للمملكة العربية السعودية يقول ليس السبب الاستبعاد هو إرضاء لأحد ولكنها خطوة تخدم من حيث الأهداف الموقف السعودي وللأسف كتلة الإخوان المسلمين ارتكبت أخطاء سياسية بتحالفات متعددة ومتنوعة ومتقلبة ما أدى إلى ظهور نقد شديد لها بين مختلف مكونات الإئتلاف للممارسات والسنوكيات التي ارتكبتها جماعة الإخوان وقيادة الإئتلاف تشعر الآن أن السياسات الإخوان المسلمين تؤدي إلى نتائج سلبية وتطبع العامل الوطني والثوري بطابع معين وهذه الممارسات ربما عليها تحفظات من غالبية أعضاء الإئتلاف وربما من غالبية الشعب السوري وبشأن الوضع الراهن في حلب أوضح نشار أن الإئتلاف السوري يناقش إرسال مساعدة مالية عاجلة بحوالي مليوني دولار مبينا أن مدينة حلب بحاجة ماسة وعاجلة لدعم حقيقي إقليمي ودولي من الناحية الإغاثية والعسكرية لإنقاذ المدينة من السقوط بين حالفين هما النظام وداعش وأعرب عضو الإئتلاف عن أسفه من الموقف الأمريكي الذي هب لإنقاذ الملك من داعش ولم يهب لنجدة الشعب السوري ضد بشار الأسد وداعش ونفى النشار وجود أي وعود من مجموعة أصدقاء سوريا لتقديم مساعدات ملموسة لنجدة الشعب السوري في الوقت الحالي مبينا أن الدعم المقدم محدود ولا ينسجم مع الوضع الراهن الذي تشهده مدينة حلب وأن المدينة بحاجة لدعم عسكري فعال وكبير من أجل تمكين قوى المعارضة داخل المدينة من الدفاع عنها والحيلولة دون سقوطها نصل مشاهدين الكرام إلى آخر مقالتنا في حلقة اليوم حيث نشرت جريدة عنب بلدي مقالا لأحمد الشام بعنوان البلاغ رقم واحد جاء فيه من يقرأ إعلان دولة الخلافة الإسلامية على لسان العدناني والذي جاء فيه أن الدولة الإسلامية ممثلة بأهل الحل والعقد فيها من الأعيان والقادة والأمراء ومجلس الشورى قررت إعلان قيام الخلافة الإسلامية وتنصيب خليفة للمسلمين ومبيعة الشيخ المجاهد الخليفة إبراهيم لا يسعه إلا أن يستذكر البلاغات التي كانت تقوم ببثها إذاعة الأنظمة الثورجية معلنة قدوم عصابة جديدة إلى سدة الحكم بدل المرشاة العسكرية والأغاني الوطنية تأتي آيات الذكر الحكيم والأنشدة الدينية وزلزلت وبدل الصول فلان والفريق ألتان نجد الخليفة وبدل الخطاب القومجي الأجوف نجد الخطاب الوهابية التكفرية المتحجر والخارج من العصور الوسطى العسكر كان يدعون الجماهير لالتفاف حول قائد الثورة أما البغدادي وزبانيته فيدعون المسلمين في كل بقاع العالم نصرة الخليفة ومبايعته يكفي أن تضع جملة مجموعة من الضباط الشرفاء مكان أهل الحل والعقد وكلاهما مجهول الهوية والنسب لتجد نفسك أمام بيان انقلابي من كعب الدست يصلح لكل زمان ومكان في بلاد العربان التي خرجت من التاريخ منذ عقود وهي في طريقها للخروج من الجغرافيا أيضا البلاغ رقم واحد يؤذن في العادة بنزول أزعر جديد إلى الحلبة ورأه مجموعة غير متجانسة تضم المحتالين واللصوص والحالمين والمثاليين وفي النهاية لا يبقى سوى الأفاق الأكثر سادية وانتهازية وحوله مجموعة من المرتزقة تسبح بحمده بعد البلاغ رقم واحد هل هناك بلاغ رقم اثنين؟ نعم والتاريخ يعلمنا أن عراب الانقلابات حسن الزعيم قام فور وصوله لقصر المهاجرين بالطلب من وزير خارجيته حينها عاد الأرسلان أن يدبر له لقاء مع رئيس وزراء إسرائيل بنغوريون ليتفهم معه بهدف تثبيت حكمه وتقاسم النفوذ في المنطقة بالطبع سيكون هناك بلاغ رقم ثلاثة حول المؤامرة المستمرة التي تتعرض لها دولة الخلافة من قبل الكفار يطبعه بلاغ حول قمع وسحق المتآمرين والعملاء ثم بلاغ آخر يطمئ رعايا أمير المؤمنين إلى أن الدولة الإسلامية منتصرة حتى لو هزمت مدامة الخلافة والخليفة لم يسقط بعد حتى لو زلت البلاد والعباد انتهاء ببلاغ الإصلاح بعد المرور ببلاغ التوريث وما حدا أحسن من حدا بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم نلتقي مجددا غدا إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة